اشتركوا في القناة استعداد لمواجهة البنين يومه الجمعة بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب السلام وأكد مبارك بصوف لعب الأسود على صعوبة المواجهة البنين حيث قال في الناد والصحفي التي تسبق المباراة جاهزون لهذه المواجهة ذهنيا وبدنيا ولكن يجب أن نتحل بالتركيز الشديد لمساعدة مدرب هيرفيرونار في تطبيق أفكاري خاصة وأن المواجهة لن تكون سهلة وفي المقابل احتسبت 8 ركلة جزاء فقط في 30 مباراة بدور المجموعات وكانت جميعها بسبب مخالفة واضحة ولم تحتسب أي ركلة جزاء نتيجة لمسة اليد بينما يلتقي منتخب السنغال مع نظرها الأغنديا اليوم الجمعة في ثمون نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر حيث التقى المتخبان خمس مرات من قبل وفازت السنغال في مرتين وتعذل ثلاث مرات بينما لم يتزوق أغندا طعم النصر من قبل في مواجهة أسود التيرانغا مشاهدنا نكتفي بهذا القدر ونلقاكم يوم غد في أمان الله